بالطبع سيغير الكثير من الواقع التي يحدث في تلك المناطق ولكن يجب أن يكون بشكل مكثف وبدعم أقوى وأكثر من قبل أبناء المنطقة بشكل عام يعني هؤلاء القوة الموجودة في مناطق المحتلة هي لوحدها لا تكفي لتحرير منطقة من قوة كالمحتل التركي الموجود في تلك المنطقة قد يكون عندما يكون بالمواجهة مع المرتزقة سيستطيعون دحر تلك المرتزقة خلال أسابيع أو أيام قليلة ولكن كمحتلة التركي باعتبار هي دولة ضمن تحرير دولة لهذا يتطلب من أبناء الشعب في مناطق الشمال وشرق سوريا بشكل عام مساندة هذه القوة التي تحاول تحرير عفرين من تلك المرتزقة المتواجدين أستاذ أزاد يدور في الفترة الأخيرة حديث عن التطبيع بين الحكومة السورية والنظام التركي كيف سينعكس هذا التطبيع المحتمل على واقع المناطق المحتلة في الشمال السوري له سيما عفرين يعني هي الدولة التركية أيضا تبحث عن معبر لخروج من هذه المأزق التي حدث في شمال وشرق سوريا أو الأزمة السورية بشكل عام كون تركيا متورطة بالكثير من الجرائم التي تحدث في سوريا بشكل عام وبالأخص في مناطق المحتلة من قبل الدولة التركية وتركيا لها حسابات داخل أراضي التركية أيضا وهم يعلمون بأن هذه الأزمة ستتحول إلى داخل التركية وهناك حسابات حتى دول الجوار لتركيا تحاول تهدئة الوضع لهذا تركيا تقوم بأعطاء التنازلات لنظام الأسد لتقارب مع حكومة دمشق الحالي وفتح معابر سياسية ودبلوماسية بين النظام الموجود بالطبع لهم علاقات ما قبل الثورة وما زالت مستمرة وهي أبقاء هؤلاء الأنظمة على الحكم وإطارة عمارهم فقط الاتفاقية هي القضاء على الشعوب الموجودة حتى في أراضي التركية أيضا حزب العدالة والتنمية تعمل على هذه المنظومة لهذا في الآونة الأخيرة حتى في الإعلام الرئيس المحتل التركي برئاسة رجل طيب أردوغان تقدم التنازلات لإرضاء حكومة دمشق للتقارب ولها تأثير بالطبع عندما يحدث هذه التقارب هو أبقاء تلك المناطق المحتلة تحت أمرة الدولة التركية المحتلة ولكن حكومة دمشق نرى بأنها في الآونة الأخيرة هناك تغير في شروطها أمام المحتل التركي للتقارب سويا لهذا أيضا النظام الحالي لسوريا هي أيضا تريد أرضاء المحتل التركي ودخول إلى مناطق كمنطقة باب منطقة إدلب وهؤلاء المناطق الأخرى لهذا الثناء يقدمون تنازلات لبعضهم البعض ويتقربون من بعض